ابتدينا نشكل شكل الإداري للكرة المصرية كان الاتحاد برئاسة جعفر ولي باشا وكان حسين حجازي وقتها موجود لأنه هو الوحيد اللي كان لعب في إنجلترا في هذا التوقيت وبقى عنده خبرات في إدارة الكرة بره شكلها يعمل إزاي من بعدها ابتدينا نتكلم في مدرب أجنبي أول مرة يبقى عندنا مدرب أجنبي جالنا مدرب اسمه سنة كان؟ سنة 1928 كان عندنا مدرب أجنبي كان من أي بلد كان إنجليزي سكوتلندي يعني سكوتلندي هو بريطاني كان من سكوتلندا اسمه جيمس مكري وده اللي قد المنتخب المصري في الأولمبياد في 28 في أمستردام وبالمناسبة في الوقت ده مندوب الاتحاد المصري صوت على تأسيس بطولة كاس العالم على هامش أولمبياد 28 وبتالي إحنا لنا دور من زمان يا جماعة لنا دور كمان في كاس العالم في تأسيس بطولة كاس العالم مصر صوتت على تأسيس بطولة كاس العالم وتم دعوة المنتخب المصري المشاركة في أول نسخة من كاس العالم بدأ هنا أول ظهرت أول مشكلة في الكرة المصرية إنه اتحاد الكرة كان هو اللي عاوز يختار اللاعبين وكان بيعمل كده هو اللي بيختار اللعيبة اللي هتلعب في المنتخب الأعضاء الإداريهين والمدير الفني كانوا بيسموه أو المدرب وقتاله هو جيمس باكري بيسموه الممرن ممرض إنه هو إحنا هنجيب لك اللعيبة وإنت لتضربهم بس إحنا اللي نختار بالزبط وقتها هو عمل طبعاً ده كان بيعمل مشكلة من البداية هنا بدأت المشاكل يعني وقتها حتى هو عمل انترفيو في جريدة المصور واتكلم قال المصريين لازم يعرفوا إن الكرة القدم أو لكن سنة كم؟ سنة تمانية وعشرين برضو إنه اختيار اللاعبين هو مسئولية المدرب لأنه كانوا مسافرين يلعبوا أولمبياد أمستردام دورة الألعاب الأولمبياد أمستردام وكان برضو تحاد الكرة عايزي كان تحاد الكرة هو اللي بيختار اللعيبة ويقول له أنت مرانهم بس لكن إحنا اللي هنجيبهم يعني وكأن الأجداد والأبناء والأحفاد يعني بيقدموا نفس الشيء بذلك هو وقتها اتكلم عن النظام الغذائي إن لازم اللعيبة تتبع النظام الغذائي بفي تمرينات بدنية يبقى لهم موعيد ومعسكرات ومعسكرات وإنه المدرب هو اللي يختار اللعبين مش أعضاء اتحاد الكرة طيب هو قال كده وعمل ده حديث بالمصور ماذا حدث بعد ذلك؟ اتلمت في قعدة عرب أقوى لا كأن حصل بينه خلاف وبين رياض أفندي شوقي وفؤاد بيك أبازة لم الموضوع وتصلحه قبل السفر الأجداد ونحن الأحفاد بنعمل نفس الشيء نفس الطريقة طيب أنت جيت هنا مثلا في الفصل الثامن قلت جمود وعودة الجمود كان في إيه والعودة كثيرة؟ الجمود ده كان وفقا للاحداث السياسية في الوقت ده إنه حرب أكتوبر من بعد 67 ولحد حرب أكتوبر كانت الكرة وقفت في الوقت ده طيب إحنا بقى من 28 لحد الستينيات وضعنا كالعمل إزاي؟ كنا ماشيين بخطة بطيئة شوية لكن كنا بنطلع لقدام بمعنى أنه بعد أولمبياد 28 بعد كده أنت لعبت كمان 34 وبعد كده أنت يعني لعبت كاس العالم 34 خلاص تصفيات كانت مبارتين بس وروحت كاس العالم كانت بنظام خروج المغلوب مباشرة فاتغلبنا وخرجنا لكن رحنا كاس العالم كان نفس المدرب جيمس ماكري وقتها ابتدى احتراف اللعبين المصريين في أوروبا يعني محمد لطيف لعب في سلتك وكان فيه مجموعة من اللاعبين لعبوا في فرنسا أسماعيل رقفة طبعا كابتن لطيف الله أرحمه وبعد كده ابتدت الكرة إلى حد ممتى اتطور في مصر لكن جاءت الحرب العالمية وقفت الكرة ثم وبعد كده طبعا التغيرات في الاتحاد المصري لكرة القدم ركزنا على حكاية تأسيس الدوري المصري الدوري المصري بدأ سنة 48 موسم 48-49 وهو برضو عندنا إخفاق فيه